وصعدت الكتل الكردسانية موقفها بعد إدراج قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة اليوم لتعلن عن تدويل حصة إقليم كردسانة من الموازنة مطالبة على لسان نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد الجهات الدولية بتصحيح التوزيع غير العادل فيها وللأسف الشديد لم يراعى الجزء الأساسي فيما يتعلق بمطالبنا كشريحة أساسية من المجتمع العراقي بالسياسة التهميش من خلال ممارسة تمرير والتصويت على قانون الموازنة كقانون اتحادي على مبدأ الأغلبية حيث كان من المقرر عقد اجتماع الرئاسات الثلاثة اليوم لبحث ومناقشة مطالبنا ومطالب الكتل الأخرى لإيجاد حلول مناسبة ولكن وبالإصرار على عقد الجلسة اليوم تم إجهاز ما تم الاتفاق عليه بخصوص اجتماع الرئاسات لذلك نطالب الجهات الدولية والمعنية بالتدخل لتصحيح هذا المسار الخاطئ الذي إن استمر سينعكس سلبا على العملية السياسية على حياة شرائح واسحة من الموازنة